ولا زال الحديث موصولا بنا حول القرآن ومقاصد القرآن الكريم نعيش اليوم مع أمر إلهي من أوامر مولانا العلي يقول جل وعلا في صورة المنافقون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لو لأخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكم من الصالحين هذه الآية الكريمة المباركة فيها أمر من مولانا جل وعلا بالإنفاق بالبذل بالسخاء بالعطاء أن تنفق من مال الله الذي أنت مؤتمن عليه خد بالك وخد بالك يا كل اللي بتسمعوني دلوقتي كلنا جينا للدنيا ولا نملك منها شيء فملكن الله وأعطانا الله وأغنانا الله من فضله وبعدين هنسي بالدنيا وهنسي بالمال وهنرحل الإنسان بيعيش في الدنيا معه ثلاث حاجات الأهل والمال والعمل فإن مات وجاءوا به إلى قبره دخل القبر بشيء واحد بالعمل وترك المال والأهل المال اللي جمعته المال اللي كنت بتسعى لجمعه ولإكثار الثروة هأنت تركته لذلك العبد الموفق اللي ربنا يستعمله في طاعته ينفق آناء الليل وأطراف النهار يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيه يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عم سيدنا النبي وأخ سيدنا علي كان كثيرا نفقه ينفق كثيرا وكان معطاءا سخيا فالناس لموه في يوم يا جعفر أنت بتتصدق كثيرا وتنفق من مالك كثيرا هل لا أبقيت شيئا لأولادك أولادك يعمل إيه من بعدك يا جعفر فقال سيدنا جعفر بن أبي طالب كلمة سجلها التاريخ له قال عودت الناس عادة وعودني الله عادة عودت الناس أن أعطيهم وعودني الله أن يعطيني فأخشى إن قطعت عادتي مع الناس أن يقطع الله معي عادته شوف الكلام كلام ناس صالحين عارفين علموا أن الدنيا وما فيها إلى الزوال فقطعوا منها الآمال وجعلوا الدنيا مطية للآخرة عودت الناس عادة وعودني الله عادة فأخاف إن قطعت عادتي مع الناس أن يقطع الله معي عادته جيدَ لذلك فأخاف Grass